بسم الله الرحمن الرحيم يقول لي ومرة تيار كهربائي شدته 15 أمبر لمدة 45 دقيقة في مصهور كلوريد الكالسيوم باستخدام مقضاب من القرافيت احسب كتلة الكالسيوم التي تكونها عند الكاثود وقال لي ان الكالسيوم الكتلة المولية مالتها 40 انا اقول له كمية الكهرباء اللي مرت كم تساوي الكهرباء اللي مرتجم تساوي تساوي شدة التيار ضرب الزمن واقسمها على 96500 عشان احولها من كلهم الى فرداي واضربها ايضا ب60 ليش؟ لان الزمن المطلوب مني بالثانية وليس بالدقيقة الزمن اللي استخدمها في القانون بالثانية وليس بالدقيقة فراح اضرب 45 دقيقة ب60 عشان يتحول الزمن الى ثانية بالعالة الحاسبة راح اطلع وياك هذه صوهر فاصلة 42 فرداي خلصنا هذه كمية الكهرباء اللي اطلعت فراح اقول يبقى الله بالخير الكالسيوم تكافؤة ثنائي الكالسيوم احنا ندري انه يعطينا سي اي تو بلس خلاص وها في المجموعة الثانية من الجدول الدوري فراح اقول انا 40 قرام اللي هو مول واحد من الكالسيوم يعطيني 2 فرداي لانه تكافؤة ثنائي فيعطيني 2 فرداي 10 قرام من الكالسيوم يعطيني 0.42 فرداي فاقول سهلة طرفين في وسطين يعني اتشاذي حلو ليكون عندي اكس يساوي 40 ضرب 0.42 تقسيم 2 وهذا بيعطيني 8 قرام فاصلة 4 قرام من الكالسيوم من الكالسيوم التي انحلت والحمد الله رب العالمين شكرا